الحاجة التانية اللي أنا عاوز أتوقف عندها وهي قضية التحكيم قضية التحكيم ولا حرج أنا قلت لك قبل كده كنا بنشيد بكل حاجة كويسة بتحصل في الدور العام بنشيد بيها الدور العام السنة دي حاجة مفيش أحلى من كده انتظام في المواعيد مفيش تأجيل كل المبارات بتبدأ فيما عادها بالدقيقة ودي حاجة تحسب لربطة الأندير المحترفين بقيادة النائب أحمد دياب لكن اللي معكر مشاهدة الدور العام هو التحكيم أنا بقولها ولا حرج محدش يزعل مني التحكيم أسوأ حاجة في المنظومة كل حاجة كويسة إلا التحكيم إيه اللي أنا بشوفه ده؟ أو إيه اللي ناس بتشوفه ده؟ أنا بقولي الكلام ده ده رأيي ورأيي البرنامج ورأيي الناس كمان بتقولي يا كابتن إزاي نسكت على التحكيم؟ التحكيم أسوأ منظومة موجودة في الدور العام المصر السناني بدون حرج أنا بشوف حكام مهزوزين مش عارفين ياخدوا قرارات بشوف لعيبة بتزق الحكم لعيبة فيه ضربة جزاء مشكوك في صحتها أو ضربة جزاء صحيحة أبص ألاقي كل الفرقة راحت على الحكم والحكم ضعيف ومهزوز إيه مالك فيه إيه؟ منت بتطلع تحكم برا عاوز أختار من كده إيه؟ فلوس وتحسنت ملابس ومفيش بعد كده سماعات وبقى كل النظام الفار ودخلنا لك الفار طب عايز إيه تاني؟ عايز إيه تاني؟ إمتى تبقى شخصيتك قوية في الملعب؟ أنا بقولي الكلام ده وأنا زعلان لأن معظمهم أصحابي إنما أنا بشوف حكام مهزوزين في الملعب وما عندهمش فكرة عن أي حاجة دي مسؤولية مين؟ مسؤولية المنظومة كلها وبعدين لجنة الحكام تتبع لاتحاد المصر وخورة الخدم مش ربطة الأندية المحترفين عشان كده انتوا عارزين إيه؟ أنا واحد من الناس بش هسكو تعزي اللي حصل السنة اللي فاتت خسرته أندية كتير جداً وخصوا إنهم النادي الأهلي مش هتكسف من حاجة خسرته أندية كتير جداً ورفعته أندية لحساب أندية السنة دي مش هيحصل السنة دي مش هيحصل وإذا حصل حاجة في الدور العام المصري يبقى أنتوا السبب وأنا هنا ببلغ رسالة لكابتن أو اللي هو عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام هو فيه يا كابتن عصام الحكام دي ما بتتعدش كويس قبل المباريات يا أخي انسف حمامك الأديم انسفه هات ناس جديدة إحنا جايب ناس بتتعلم فينا رغم دخلنا الفار ودخلنا كل حاجة وما فيش متأخيرات كمان للتحكيم أنا شايف فيه حكام صغيرين بيحاولوا إنما فين وفين بياخدوا الحاكم بالوقت مرتبك بسم الله ما شاء الله بتحكم ثلاث مباريات بقى سبع تلاف جنيه في الشهر الأول كنت بتاخد ألفين وثلاث تلاف لا ده سبع تلاف وكل ثلاث يام فيه مباراة وممكن في الإزواء بأربع مباريات أو خمس مباريات طب عايز ايه تاني مساحقات كلها جاهزة مفيش تأجيل فيها طب انت عايز ايه مهزوز ليه بتخاف من مين عشان كده بقولي كابتر نصام عبدالفتاح لازم تحمي حكامك لو انت مش أرض تحميهم بقى كلكم تمشوا كلكم لازم تمشوا لأن بالمنظر العام اللي احنا شايفينه ده نفس الحالة في مباراة ضرب الجزاء ما تتحسبش ونفس الحالة في مباراة تانية تتحسب ومالحنا مدخلين الفار ليه وبعدين تقعد فيها سنة عشان تاخد فيها القرار المسؤولين عن الفار أسوأ من التحكيم كمان بكل وضوح بكل صراحة انا بش اسكت على حاجة زي كده انا عندي بلاو كتير بس انا ميحبش اتكلم انما لو وصلتوني اللي انا هتكلم هقول بالاسم وهقول كل الحاجات اللي بتحصل في لجنة الحكام قبل كده قلنا خلاص عدة السنة اللي فات انما هتكرر الاخطاء لا ماينفعش اخطاء كتير جدا بتحصل على الساحة واحنا ولا احنا هنا والحكام بيزيدوا شايف حكم ضعيف في قراراته يا اخي خد قرار مرة لما العيب بيروح ويحط لك صدرك في صدره او بيعملك في وشك كده طب انت منستني ايه؟ انتوا بتشوفوا شوف انا هفكركوا بالصورة دي دي الصورة لنجم العالم كريستيانو رينالدو ده ماتش كان ضد برشولونة وكاسبانين ثلاثة واحد والحكم يا دوبك هو بيعمل الحكم بأيديه كده خد فيها ثمان مباريات امتى هنشوف الكلام ده عندنا؟ اتعلموا مصر تستاهل منها اكتر من كده انا بقول الواحد حزين منظومة بدأت تتصلح وبدأت تتشاف كويس وبدأت المباريات في موعدها بالدقيقة وده يحسب ليه رئيس ربدة المحترفين النائب احمد دياب طب انت عايزين ايه؟ هل اتحاده كورة؟ بنخرب لك في عشان هذه تابعة اتحاده كورة؟ مش هنسكت انا بقول لكم مش هنسكت لازم بقى فيه عدل والعدل ده لازم بقى موجود من قاضي الملعب اللي هو الحكم حكم مهزوز حكم ضعيف مش قادر ياخد قراره بياخد قراره في الفار بعدها بخمس دقايق ده دي مشكلة كبيرة بياخد خمس دقايق فيها او اربع دقايق وبعدين يدي دقيقتين وقت بدل ضايع ازاي؟ لانت مفيش شخصية في الملعب انا اسف لانا بقولي الكلام ده لان عندي الفاظ تانية انا ماسك نفسي عنها لان اللي بشوفه حاجة زعل بقول لكم بلدنا تستهل اكتر من كده اللي بيشعاجبه سواء رئيس لانجلة الحكام او الحكام يجوا على جانب يعودوا مصر مليانة ادوا فرص للحكام الصغيرة كفاية بقى كلام يعني مالوش لازما اللي بيحصل ده عشان كده ده بداية كلامنا لو ما تصلحتوش هرجع لكم وهقول بالاسم وهقول على كل المشاكل والفساد اللي موجود في لجنة الحكام لجنة الحكام بتتبع اتحاد الكورة بشربط الاندي المحترفين عشان كده بلاش نخربه في الدور العام خلي الامور تمشي كويس كملوا الصورة كويسة بتاعت الدور العام كل حاجة ماشي في الدور العام كويس قوي الا التحكيم لو عدتم هنعود ده كان كلام النهاردة اكتفي بكده لكن الفترات اللي جاية هنحكم وهنشوف